مجلس النواب مجلس النواب الأردني من جهة ومعالي الدكتور أحمد عبيد بن دغر رئيس مجلس النشور اليملي من جهة أخرى في سياق الزيارات البرلمانية وتعزيزا للعلاقات الدبلوماسية بين البرلمانات العربية والإسلامية عقد الجانبان البحريني والأردني مباحثات مشتركة أشرت خلالها معالي رئيسة مجلس النواب إلى ضرورة العمل على تحقيق المواءمة بين التقدم المتنامي في مستوى التقارب والتلاحم في العلاقات البحرينية الأردنية والسعي في الوقت ذاته للارتقاء بآفاق التعاون البرلماني وتوسعة أطور التنسيق الثنائي في المجالات التشريعية بحثنا كافة أشكال التعاون فيما بيننا وتعلمين أيضا أن السيدة فوزية زينل هي رئيسة الاتحاد البرلماني العربي لهذه الدورة وهناك أمور تهم شعبتنا البرلمانية في علاقتها مع الاتحاد البرلماني العربي بحثنا أيضا في هذا المجال وبحثنا كل مجالات التعاون ما بيننا وبين البرلماني البحرين من جهة وما بيننا وبين الاتحاد البرلماني العربي وما على جدول أعماله من نقاط وخلال جلسة مباحثات مشتركة مع وفد برلماني من جمهورية اليمن الشقيقة أشهدت معالي رئيسة مجلس النواب بما يربط مملكة البحرين وجمهورية اليمن الشقيقة من علاقات أخوية وطيدة مؤكدة عمل المملكة بكل السبول مع الشركاء الإقليميين والدوليين إلى إنهاء الأزمة اليمنية عبر حل سياسي شامل يحقق السلام والتنمية والإزدهار لليمن وشعبه الشقيق وفقا للدستور والمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية نستفيد من تجربة البحرين في هذا المجال البحرين في المجال الديمقراطي متقدم على غيرها من أكتار الوطن العربي ونعتقد بأن هناك ما هو مثمر ويجب الاستفادة منه في هذه التجربة الواقع أن البحرين في ظل قيادتها الحكيمة تتقدم وتتقدم بسرعة علاقات الصداقة التاريخية الوطيدة التي تربط بين مملكة البحرين والبلدين الشقيقين تشهد على الدوام نموا وتطورا على كفة الصعود في إطار من الاحترام المتبادل والرغبة المشتركة في تعزيز وتنمية التعاون الثنائي لخدمة المصالح المتبادلة والمشتركة زيارات فاعلة تعكز التفاهم والتعاون المشترك بين السلطات التشريعية لتوسعة أطور العمل بهدف الوصول إلى رؤية موحدة مشتركة وتقوية الروابط البرلمانية شوق العثمان لمركز الأخبار تلفزيون البحرين ترجمة نانسي قنقر